الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أخوة الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل تدريب على أحكام الأحكام اللي احنا أخدناها في الأحكام التجويد في النون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددتين وحكم الميم الساكن تمام؟ احنا طبعا موضوع التدريب بعد كده هناخد الحلقة مثلا في الحكم وهنعمل تدريب على الأحكام كلها علشان التدريب يعتبر في التوقيت ده بقى إن شاء الله تبارك وتعالى هيبقى أهم كمان من التعلم الأحكام علشان إحنا الفايدة اللي إحنا عايزين نطلع بها يا جماعة إن إحنا في الآخر نقرأ القرآن مجودا تمام؟ مش إن أنت تبقى حافظ القعدة أو الحكم وإنت ما تعرفش تطبعه على لإيه؟ في المصحف فإحنا طبعا نهاردة إن شاء الله هناخد مثلا أول صورة ألي عمران الصفحة رغم خمسين أعوذ بالله من الشيطان رجل بسم الله الرحمن ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم في الثلاث أحكام اللي أخذناهم ما فيش هنا حاجة تمام؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل وأنزل التوراة والإنجيل إحنا عايزين يا جماعة نتعلم حاجة أن أنت وإنت بتقرأ ودنك تاخد الأحكام الأذن بتاعتك تبقى تعتاد خلاص وأنزل بدأت كده خلاص تبدأ تعرف بعض الحاجات ففي الآية دي نزل عليك الكتابة بالحق مصدقا ل تانوين يا جماعة جي بعده لام إطغام بغير غنة تمام؟ قلنا فاكرين الإطغام بغير غنة أو الإطغام عموما إطغام حرف في حرف بحيث يصيراني حرفا واحدا تمام؟ فأنت إيه؟ ما بتنطأش للتانوين مصدقا ل مصدقا لما ده النط مصدقا لما بين يديه وأنزل نون ساكنة وجي بعدها إيه؟ حرف إزاي؟ ده يبقى إيه؟ الإخفاء الإخفاء بالنسبة للأحكام النون الإيه؟ الساكنة والتانوين نون ساكنة وبعدها زي الإنجيل نفس النط أهو الإن أنزل الإنجيل يبقى ده إخفاء وده إخفاء نون ساكنة نون ساكنة وإنا فيش عليا أي شيء حركات وده نفس الوضع جي بعدها حرف إزاي؟ وجي بعدها حرف إيه؟ الجي من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قا من قبل القف على طول إخفاء وأنزل من قبل هدى للناس هدى لله هدى لله نفس إيه؟ نفس مصدق هدى للناس لم؟ لم اضغم بغير غنة جي عندنا الناس فاكرين ما كنا بنطبق في صورة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس هدى للناس هه يبقى كلمة الناس على طول هتلاقي فيها النون الإيه؟ النون المشددة بتغنب مقدار حركتين وأنزل عدت معايا خلاص أنا هاخد بعد كده خلاص بقى الأمر بعلوداني خلاص تمام وأنزل الفرقان إخفاء نون ساكنة وحرف إزاي إنها على طول نون مشددة في نصف الكلمة هه تمام؟ موجودة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٍ الميم الساكنة الميم الساكنة إحنا عندنا الميم الساكنة يا جماعة حرفين والباقة الحرف 26 عندنا إظهار إن جات الميم الساكنة دي وراها ميم يبقى يتغم إيه؟ مثلين صغير جاء بعدها بقى يبقى إخفاء تمام؟ أي حرف تاني وإنت بتلاقي على علامة السكون بتاعتها اللي إحنا كنا لما شرحنا إيه؟ الميم الساكن على علامة السكون فتعرف في الحالة دي إن هو إظهار لما تيجي الميم خالية من السكون ده يبقى أنت عندك إيه؟ يا إخفاء يا إضغاء لهم عذاب بتنطق الميم وبتنطق إليه؟ الحرف اللي ورا لهم عذاب شديد شوف الإخفاء الإخفاء يا جماعة النوط بتاعه لهم عذاب شديد ما بتقفلش ما بتقفلش الشفتاء وأنزل عذاب من قبل إخفاء عذاب شديد عذاب شديد الغنى زهرت على طول شديد بعد تنوين بإيه؟ إضغام بغنى والله عزيز ذو تقام تنوين يا جماعة وجاء بعده حرف إيه؟ الذال ده من حروف إيه؟ لا من حروف لا من حروف للإظهار الحلقي ولا من حروف الإضغام ولا من حروف إيه؟ والحرف الإقلا يبقى عندنا إيه؟ إخفاء عزيز ذا ذا والله عزيز ذو تقام نون يا جماعة نون ساكنة قلنا نفيش عليا حاجة التأ هي اللي تحتها الكسرة تمام؟ يبقى ندوي نون ساكنة وجيب بعدها حرف التأ على طول اللي بقى إخفاء قلنا حكم الإخفاء في النون الساكنة والتنوين خمستاشر حرف الحكم الإظهار ستة والإضغام ستة وحرف الواحد للإقلاب إذن إنت عندك الإيه؟ الإخفاء هيبقى كتير تمام؟ ذو تقام في تنوين عندنا في نهاية الآية وبعدها الهمزة لو إنت هتوصل هيبقى حكمها الإيه؟ الإظهار الحلقي إن على طول بقى إنت خلاص كلمة إن الذين كفروا إن الله يبقى أنت عندك النون الساكنة النون المشددة بتغني بمقدار الحركتين تيدي الحركتين وإنت شغال إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نون مشددة شيء في التنوين وجاء بعده حرف الفاء على طول تعرف إن هو إيه؟ إخفاء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحم كيف يشاء دي ميمة يا جماعة متحرك شايفينها؟ تحتها الكسرة ودي الميمة الساكنة شايفينها؟ دي اللي علاءة لعلامة السكون وإنه لما جات علاءة لعلامة السكون أنت على طول أنت أصلا بتوظهر فبتقول إيه؟ هو الذي يصوركم في يصوركم في فأنت نطقط النون الساكنة والميم الساكنة ونطقط إيه؟ الفاء في الأرحم كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم مش عندنا حجم التلت أحكام هو الذي أنزل على طول عدت معانا دي على طول أنت عارف أنه دي إيه؟ إخفاء أنزل عليك الكتاب منه منه قلنا منهم منهم منه نون ساكنة على علامة السكونة وجاب عداله هامزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء حروف الإظهار الحلقي منه آيات محكمات هن شوف آيات تنوين وجاء بعده ميم إطغام إيه؟ إطغام بغنة دي علاء التنوين تنوين شايفين العلامة دي يا جماعة لو فاكرين الحلقة بتاعة الإظهار الحلقي قلنا ده التنوين بالضم في حالة الإيه؟ في حالة الإظهار الحلقي جاء بعده حرف الإيه؟ الها يبقى هتقول إيه؟ آيات شايفين الغنة ها؟ آيات طلع الصوت طلع من الخيش من الآن محكمات تن نطقنا التنوين هوا تن هن النون المشددة هنغلناها بمقدار إيه؟ بمقدار الحركتين سواء كنا هنوقف عليها أو إحنا هنو هنوصل محكمات هن أم الكتاب هن أم ميم نون ميم مشددة نون إيه؟ نون المشددة وآخر متشابهات ها تنوين وجاء بعده الإيه؟ متشابهات فأما الذين في قلوبهم ها تنوين وجاء بعده فاء على طول انت عد عليك قبل كده الإيه؟ شيء في ها خلاص بقى حرف الفاء حرف القاف من قبل أنزل ها شوف على طول انتقام الحروف هتتكرر معك هتبدأ أنت في الحالة دي خلاص يبقى إيه؟ عندنا وآخر متشابهات ها تنوين وجاء بعده إيه؟ الفاء يبقى عندنا إخفاء فأما ميم مشددة ميم إيه؟ ميم مشددة بتغنب مقدار الحركتين أم فأم فأما الذين في قلوبهم زي على طول بقى يا جماعة ها علامة السكونة ها وجاء بعدها إيه؟ ما جاش بعدها لا الميم ولا جاء بعدها لإيه؟ حرف البقى يبقى عندنا ده إظهار إظهار شفوي في الميم الساكن زيغون فا ها على طول بقى ها تنوين وفاء يبقى إخفاء زيغون فيتبعون ما تشابه منه منه عادة معنى ها؟ عادة معنى ها؟ يبقى عندنا إظهار إيه؟ إظهار حلقي منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بي شايفين؟ النون المشددة شايفين؟ الغنة بتاعته آمنا بي كل زنة ها؟ الصوت اللي بخرج من الغنة ها؟ كل من عند ربنا شايفين اللي فيه بصروا للآية الحتة دي الحتة دي فيها اضغام بغنة ثم إظهار حلقي وفي كلمة عندها عدت معنى قبل كده حرف الدال لا ما عداش عنده اللي هو الإخفاء يبقى كل من عند ربنا أضغامت ثم أظهرت ثم أخفيت في الثلاثة دول وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة شايفين؟ النون الساكنة ها لم بعدها عملنا على طول إيه؟ عملنا على طول عملية إضغام بغير غنة من لدنك من ما نطقناش النون رحمة هتوصل رحمة تنوين وجاء بعده الهمزة يطعم الإظهار إيه؟ حلق لو هتبدأ هوا إن دي النون المشددة هتديها لإيه؟ الحركتين بتوعها إنك أنت كلمة أنت على طول هتيجي معك تعرف إن فيها إيه؟ أنتم تمام؟ أنت كل ده إخفاء إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ رَبَّنَا إِنْهِ حلق صحيحة إن النون المشدد إنك جامع الناس عدد معاك النون المشدد لِيَوْمِ اللَّهِ لِيَوْمِ اللَّهِ عدد مِلَّهِ كتير الإضغام بإيه؟ الإضغام بغير غنة لِيَوْمِ اللَّهِ رَيْبَ فِي إن النون مشدد إن الله لا يخلف الميعاد دي طبعا يا جامعة بالنسبة لإيه؟ للثلاث أحكام بس تمام؟ في الصفحة الأولى لأنها دي طبعا يعني إيه؟ لو في حد عايز مثلا في الصفحة التانية من صورة طبعا هو هيبقى فيه أحكام كتيرة بس إيه؟ بس إحنا يعني إيه؟ عايز مثلا يطلع الأحكام عايز يقرأ اللي مثلا متواصل معنا عن طريق إن كان الواتس أو المسينجر أو أي حاجة وعايز يعمل زي ما إحنا بنعمل كده يعني يقرأ الحاجة ويطلع يعني ده شيء كتدريب يعني يتواصل أو يبعت لنا وإحنا إن شاء الله نستمع إن شاء الله للجميع أسأل الله الكريم الحليم أن يتقبل عملنا وأن يجعلها خلاصة الواجهة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم